بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس صلاة الجمعة وقبل أن نبدأ في هذا الدرس أيها الأبطال تعودنا أولا أن نستمع أحسنتم إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح الآن أيها الأبطال دعونا نتعرف على الأهداف الهدف العام هو معرفة أحكام صلاة الجمعة أما الأهداف الخاصة فأولا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة وقت صلاة الجمعة ثانيا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة حكم صلاة الجمعة وثالثا أن يعرف الطالب وأن تعرف الطالبة عدد ركعات صلاة الجمعة ورابعا أن يذكر الطالب وأن تذكر الطالبة شروط صلاة الجمعة بعد أن تعرفنا على الأهداف أيها الأبطال دعونا الآن ننتقل مباشرة إلى النشاط الثالث في صفحة سبع وعشرين ماذا نريد هنا في هذا النشاط نريد أن نحدد عدد الركعات بالنسبة لصلاة الجمعة إذا صليناها في المنزل أو صليناها في المسجد إذا صلينا صلاة الجمعة في المسجد نصليها أحسنتم ركعتان وإذا صليناها في المنزل نصليها أحسنتم أربع ركعات أربع ركعات الآن نريد أن نحل هذا النشاط أن نصل إلى الإجابة الصحيحة في هذا النشاط هنا في البطاقة التي على اليمين تقول صلاة الجمعة في المنزل نصليها كم ركعتان أو أربع ركعات أو أربع ركعات البطاقة الصحيحة هي البطاقة الرائع الثانية إذا صلينا صلاة الجمعة في البيت في المنزل نصليها أربع ركعات لكن إذا صلينا صلاة الجمعة في المسجد فإننا نصليها أحسنتم ركعتان نصليها ركعتان ننتقل الآن يا أبطال إلى النشاط الرابع إلى النشاط الرابع في صفحة 27 وهنا نريد أن نلصق النجمة أسفل الإجابة الصحيحة عدد ركعات صلاة الجمعة كم عدد ركعات صلاة الجمعة هل هي خمس ركعات كما تشير البطاقة الأولى أو ركعتان كما تشير البطاقة الثانية ما هي البطاقة الصحيحة يا أبطال أحسنتم هي البطاقة الثانية هي البطاقة الثانية إذن عدد ركعات صلاة الجمعة ركعتان عدد ركعات صلاة الجمعة ركعتان لا ننسى هذه المعلومة الآن يا أبطال ننتقل إلى النشاط الخامس في صفحة 28 في صفحة 28 أولا يا أبطال أريد منكم إحضار التلاوين أريد منكم إحضار التلاوين وهنا نلون الإجابة الصحيحة في الأعلى تقول خطبة صلاة الجمعة خطبة صلاة الجمعة متى يخطب الخطيب الخطبة في صلاة الجمعة هل يقوم بالخطبة قبل الصلاة يعني يخطب قبل الصلاة خطبتان ثم نصلي أو أنه يصلي ثم يخطب بعد الصلاة ما رأيكم هل البطاقة الصحيحة هي الأولى التي تقول بعد الصلاة أو هي البطاقة الثانية التي تقول قبل الصلاة الصحيح أحسنتم هي البطاقة الثانية إذن خطبة صلاة الجمعة تكون قبل الصلاة تكون قبل الصلاة إذن نلون البطاقة الثانية باللون الأزرق أو باللون المتوفر عندك إذن عرفنا الآن جواب هذا النشاط ننتقل الآن يا أبطال إلى النشاط الثامن في صفحة ثمان وعشرين وهنا نريد أن نلصق أيضا هذه النجمة أسفل الإجابة الصحيحة في الأعلى يقول شروط صلاة الجمعة شروط صلاة الجمعة يعني لا بد أن تتوفر هذه الشروط في الإنسان حتى يصلي الجمعة حتى يصلي الجمعة إذا توفرت فيه هذه الشروط هنا تصبح صلاة الجمعة فارض عين عليه إذا توفرت فيه هذه الشروط تصبح صلاة الجمعة فارض عين عليه عندنا يا أبطال في الأسفل بطاقتان الأولى تقول صحة الأبدان والبطاقة الثانية تقول المرض هل إذا كان الإنسان صحيح ليس به مرض تجب عليه صلاة الجمعة نقول أحسنتم نعم إذا كان ليس به مرض يستطيع أن يذهب إلى المسجد ويصلي الجمعة هنا تجب عليه صلاة الجمعة لكن لو كان مريضا لو كان مريضا لا يستطيع لا يستطيع أن يقوم من الفراش لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد هل نقول له اذهب وصلي الجمعة أو لا أحسنتم لا نقول له ذلك لأنه مريض لا يستطيع وهو معذور إذا الشرط الصحيح هو صحة الأبدان وهي البطاقة الأولى ونضع تحتها أو نلصق تحتها النجمة الآن نؤكد يا أبطال هذه المعلومة أكثر هنا من خلال هذه الوسيلة وهنا في الأعلى البطاقة تقول من شروط صلاة الجمعة المرض كما في البطاقة الخضراء أو صحة الأبدان كما في البطاقة الصفراء أين نضع هذا الوجه المبتسم أسفل أي البطاقتين الخضراء أو الصفراء أحسنتم نضعه أسفل البطاقة الصفراء إذن من شروط صلاة الجمعة صحة الأبدان صحة الأبدان إذن أيها الأبطال أيها الرائعون والرائعات أشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وقبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور أتمنى منكم الاطلاع على هذه التوصيات والتي تتضمن في طياتها تهيئة الجوء المناسب للطالب والطالبة لكي يتعلم ويأخذ المعلومة بالشكل المطلوب تتضمن كذلك استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب والطالبة كذلك التواصل الدائم مع المدرسة ومع المعلم المختص وذلك من خلال منصة مدرستي شكرا لكم أبنائي وبناتي وشكرا لكم إخواني وأخواتي نلتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته